اكيد عندنا طرق كتيرة لتكوين العدد 145 ممكن حد يقول 100 زائد 40 زائد 5 اهو تمام او ممكن حد يقول 100 زائد 14 زائد 5 احد يعني اكتبها بالقيمة المكانية يعني هنا 1 مئات زائد 4 عشرات زائد 5 مئات من الحاجات المهمة جدا اللي بتساعدنا في تحليل الاعداد جدوى للقيمة المكانية اللي بيدينا تصور لاماكن ارقام العدد وقيمتها طب لو انا اديتكو صغتين زي اللي ظهرين قدامنا دلوقتي هل يعتبروا صغتين لنفس العدد ولا لعددين مختلفين اعتقد ان احنا وصلنا انه هما اللي اتنين نفس الصيغة وده لان الصيغة الاولى هي نواتج ضرب الصيغة التانية لما نيجي نبص على الاعداد اللي في الصيغة الاولى ونبدأ نحط كل واحد فيهم في جدوى للقيمة المكانية هنلاقي ان الواحد ما كانوا في الاحد والتسعين معناها تسعة عشرات والتمنمية يعني تمانية مئات والسبعين الف هنكتبها والسبعة تلاف هنكتبها سبعة في احد الالاف والستين الف يعني ستة في عشرات الالاف وساعتها هيبقى العدد سبعة وستين الف تمنمية وتسعين ولو بصنا للصيغة التانية هنلاقي الواحد عبارة عن واحد في واحد والتسعين عبارة عن تسعة في عشرة والتمنمية بتساوي تمانية في مية والسبعة تلاف بتساوي سبعة في ألف والستين الف بتساوي ستة في عشر تلاف وهي نفس مكونات العدد الاول لما حطناه في جدول القيمة المكانية ولقينا انه هو سبعة وستين الف تمنمية وتسعين عشان كده لازم تاخدوا بالكم ان استراتيجية تحليل الاعداد بتجمع ما بين حاجتين الصيغة الممتدة والضرب في مضاعفات العدد عشرة اللي تعرفنا عليه في الدرس الرابع وبنسميها الصيغة التحليلية شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن شكرا لكم